بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمفهوم المنهج المدرسي المنهج الخفي ويقصد به المعارف والخبرات والمهارات والاتجاهات والقيم وأنماط السلوك التي يكتسب الطلاب داخل المدرسة من دون قصد وتخطيط نتيجة الاحتكاك المباشر بالأقرانة والمعلمين أو طرق التدريس المستخدمة في النظام المدرسي أو الفهم الذاتي للمعرفة فالمنهج الخفي أو الضمني أو غير المكتوب يختلف عن المنهج المدرسي الرسمي فالمنهج المدرسي الرسمي يعد بقصد وتخطيط من قبل المختصين وينفذ تحت إشراف المدرسة لتحقيق أهداف تربعية محددة المقرر وهو مجموعة من الموضوعات الرئيسة والفرعية يتم اختيارها من بين المعارف المتضمنة في المصادر العلمية المتاحة وذلك في ضوء معايير محددة هي أهداف المنهج المدرسي وذلك لصف دراسي معين كما يمكن تنظيم المقرر في شكل وحدات تعليمية كل وحدة تتضمن عدة دروس تمثل أصغر جزء في المادة الدراسية المحتوى ويقصد به المعالجة التفصيلية لموضوعات المقرر الدراسي وهو يجتمل على المعارف كالحقائق والمفاهيم والتعميمات كما يجتمل على المهارات والقيم والاتجاهات والميول ويتم تنظيم هذا المحتوى في شكل أو آخر ليلائم مستوى دراسيا معين وذلك لتحقيق أهداف تعليمية محددة من المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمفهوم المنهج المدرسي الكتاب وهو الوعاء الذي يضم المحتوى الدراسي للمادة العلمية وما يصاحبها من وسائل تعليمية وأنشطة وأساليب تقويم مختلفة وقد يتضمن الكتاب مقدمة للمتعلم وفيه رسا يعرض المقرر بشكل موجز وكذلك قائمة بالمصطلحات والمفردات غير المألوفة للطلاب الخبرة وهي موقف تربوي يتضمن معارف ومهارات واتجاهات وقيم معينة وتتم في هذا الموقف عملية التعليم والتربية معا كما يقصد بالخبرة التفاعل بين المتعلم والظروف الخارجية في البيئة التي يستجيب لها أي أن التعلم يحدث عن طريق سلوك المتعلم النشط وليس بما يؤديه المعلم ترجمة نانسي قنقر